سينة دي حتة من الجنة يعني طيب عشر سنين شط الشيخ زويد كان مقفول خلاص احنا بقينا فاهمين بسبب ايه لكن لما يعاد مرة تانية افتتاح هذا الشاطق الشيخ زويد امام كافة المواطنين مع بداية موسم الصيف لازم تلتفت لده تلتفت الى انه الحياة رجعت لسينة لا ده الحياة اللي بجد اللي كان موجود زمان شيء واللي موجود من بعد ما قضينا على الارهاب في السينة شيء تاني اللي موجود هو حياة كاملة لاهلين السينوية اللي موجود هو مصانع ومزارع ومجتمعات عمرانية جديدة اللي موجود هو مطارات ومين العريش وتوسعاته اللي موجود هو ان سينة وكأنها قلب هذا الوطن كل اللي عايزة اقولهولك افتخر باللي حصل في مصر لانه في حاجات كتير ومنها ده وارجو انك انت تستوعب اللي منها ده معناها ايه ده ما حصلش في مصر بقاله خمسين سنة انه سينة تبقى كده سينة تبقى الناس كلها موجودة حرة آمنة في الاستمتاع بالحياة انه يبقى سينة فيها كل مناحي الحياة من مدارس وجامعات ومصانع ومزارع وتجارة يا مولانا يا كريم المواطن المصري العظيم اللي تعمل في سينة مش بس في حرب مصر ضد الارهاب لكن اللي تعمل في سينة من تنمية بحيث تتحول سينة الى منطقة من اكثر مناطق مصر حيوية وبدأنا في ده وشغالين عليه وخلال سنوات قليلة ماضية سوف تجد سيناء زيها زي كل حتة في مصر ممتلئة بالمواطنين انا بكلمك على الشيخ زويد اللي هي كانت نقطة من ثلاثة رفح العريش الشيخ زويد كانت ثلاث نقطة الحرجة اللي كانوا موجودين عندنا تحديدا في محافظة شمال سينة ثلاث نقطة شديدة الحرج شديدة الحرج لما ترجع تاني كده تعرف فعلا مصر عملت ايه